حيث تسعى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لأن تكون مركزاً إقليمياً للخدمات القانونية وذلك اعتماداً على الاستفادة من خبراتها القانونية الدولية بشكل جيد وتقديم الخدمات التي تحتاج إليها الشركات في منطقة آسيا الباسيفيك تفاصيل أكثر في التقرير التالي حضر مسؤولون من وزارة الخارجية الصينية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الندوة التي تناولت القضايا القانونية حيث تخطط هونغ كونغ لأن تصبح مركزاً قانونياً إقليمياً لحل النزاعات وقد لقت هذه المبادرة دعماً قوياً من الحكومة المركزية على سبيل المثال إن مؤتمر الرهاي للقانون الدولي الخاص هو منظمة عالمية في هذا القطع وسهم تلصينية في قرار المنظمة إنشاء أول مكتب إقليمي لها في منطقة آسيا والمحيط الهادف في هونغ كونغ في عام 2012 وقدمت الدعم الكامل لأعمال المكتب شركات البر الرئيسي الصيني ما فتئت توسع استثماراتها في الخارج وأعمالها التجارية عبر الحدود ذلك يتطلب فهماً أفضل لقانون الاستثمار التجاري الدولي والسيطرة على المخاطر وتود هونغ كونغ تقديم الخدمات في هذا المجال تتمتع هونغ كونغ بميزة فردة بأنها شبكة إنفاذ واسعة النطاق وفي هذا العالم الذي تساوذه الأولماء أحياناً تكون لديك نزاعات مع الشركات التي قد يكون لها أصول أو ممتلكات في العديد من المناتق الأخرى وشبكة الإنفاذ لدينا تعطيك هذه الميزة في مختلف المناطق الأقضائية